السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وقبل ما بلش بالفيديو أتمنى وأدعو الله أنه تتوقف الحرب وأدعو الله أنه ينصر أهلنا في فلسطين أدعو الله أنه يثبتهم أدعو الله أنه يهدينا لطريق الحق وأنه نرجع لرب العالمين لأنه ما إلنا فوز ولا إلنا حياة طيبة وراحة نفسية أخوان راحة نفسية تكون منغمسة فيك إلا إذا أنت كنت كويس مع رب العالمين ما في راحة إذا إحنا بعاد عن رب العالمين هذه قناعة صارت عندي وراسخة إذا حدا بحضرني ملحد أو غير مؤمن بهذا الدين أدعوك من هون أنه تتعرف على دين الإسلام الدين السمح الدين الحق ومش ضرورة تتعرف عليه من مصادر شوية عليها شكوك دور على الحق اللي بدور على الحق بلاقي يا أخوان فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله رب العالمين أنه الله يصطفي الناس أهلنا في فلسطين هذا اصطفاء فالحمد لله على كل شيء والله يقدرنا أنه نقف مع الحق والله يقدرنا أنه نرجع لرب العالمين وما نقصر في عبادة رب العالمين إن شاء الله جميعا يا أخوان إذا ما لتقينا في هذا الكوكب نلتقي في الجنة إن شاء الله من الأسئلة اللي بتجيني كثير في سلسلة شو أشتري في دائما ناس بيسألوني عن أجهزة اقتصادية وهاي معظم الأسئلة بتكون بالأجهزة الاقتصادية والأجهزة المتوسطة ولكن في كثير ناس بيكونوا بدي يشتري يعني محوش مبلغ كويس وبدو يشتري جهاز فلاكشب بدوش يضيع المصاري بمكان غلط بيكون خايف فبدو يشتري أشتري آيفون 15 برو ماكس ولا الجالكسي S24 Ultra ولا أشتري مثلا هواوي ولا أشتري آنر خيارات كثير أكثر أسر اللي أجدتني إنه الأوبو طلعت الفايند اكس 7 اللي هو الأولترا أيضا السامسونج عندها الجالكسي S24 Ultra هذا الجهاز أنا اشتريته ما عمش عنه ريفيو السبب إني ما عمش عنه ريفيو إخوان مش إنه بديش أعمل ريفيو عشان أجاني متأخر كثير كل التقنين اللي بعرفهم العرب والأجانب كلهم صاروا عاملين مش فيديو واحد عن الجهاز 2 فيديوز 3 فيديوهات ما خلوش معلوم عن الجهاز اللي حكوها فبحس إنه مرات يلا أعمل مراجعة بس الناس أوردي عارفة عكل حال أنا رح أعمل عنه إشي بعرفش كيف حتكون مراجعة بس عندي سفرة قريبة يمكن بعد السفرة هاي بس بقدر أحكي لكم من هسة إنه جهاز يستحق بغض النظر الناس شو حكت بغض النظر إنه في عليه بيحكو إنه في مشاكل في العالم وتطلع قاعد مشاكل هون وهناك الجهاز رائع وحيكون يمكن حيكون على الأغلب هو أفضل جهاز لعام 20-24 طيب نحكي عنه وعن الفايند اكس 7 أولترا صحيح إنه ما جربته بس أنا ما أخذ عنه فكرة كويسة وحاضر عنه مراجعات كويسة للجهاز وحاضر حتى مقارنات بينه وبين سامسونج والسامسونج أنا عندي صار عند تصور واضح عن الجهاز بقدر أحكي عنه بكل أريحية أو شي نبدأ بالتصميم الأوبو سماكته 9.5 مليمتر وزنه 221 غرام السماكة كبيرة بروز الكاميرات عند الأوبو كثير كبير رح تعاني بموضوع أنك تخطه على طاولة ومع كفر يمكن حيكون أقل المعاناة لكن المعاناة حتكون موجودة لأنه بروز الكاميرات كثير كبير والحساسة اللي موجودة هناك كثير كبير والعدسات بيريسكوب وما إلا ذلك عنده أشياء كثيرة بهاي الجزيرة تبعت الكاميرات فشكلاً ومع الجلد كمان شكلاً هو فخم ولكن أنا فضلت تصميم الغالكسي لأنه تصميم هذا صحيح بعضها حيقول لي ما تغيرش من غالكسي الأسة 22 صحيح ظبطوا حسنوا الشاشة فلات المسكة حلوة الألوان حلوة بروز الكاميرات خفيف جهاز كبير أنا بتفق معكم لكن السماكته أقل السماكته 8.6 مليمتر لكن وزنه أكبر 233 غرام عنده حماية اللي هي الكونينج غوريلا غلاس آرمور من أمام ومن الخلف الأوبو عنده نسخة من الجلد في الخلف وعنده زجاج من أمام كورينج غوريلا غلاس فيكتس 2 هاي الحماية الموجودة كلاهما يدعمان الابي 68 كلاهما يدعمان الشحن اللاسلكي كلاهما فلاق شب فمن ناحية تصميم أنا بالنسبة اللي بفوز هون الغلاكسي لأنه أكثر تناسق بدش أنسنوا عنده القلم كمان القلم عملي جدا للناس بحب يستخدموا القلم للرسم للتوقيع لأشياء كتير وهذا الديزاين المعمول أسهل للمسك بالنسبة للشاشة الفلات بالنسبة لمهمة عن جد أنا بفضل الغلاكسي وإخوانا عشان برضو نرجع نذكر أنا ما بطب بالله حدا أنا بحكي رأيي عن جد يعني بغض النظر شو الشركات بتحكي أنا هذا رأيي فياريت تحترموا رأيي الروعة للشاشات أنا كنت أعتقد أنه السامسونج بتصنع أفضل الشاشات ولكن الشركات الصينية قدروا يلحقوا بسامسونج حاليا مش ضرورة تلاقي أفضل شاشة بالسوق بس عند سامسونج لا هذا ليش تغير أنا ما بحكي أنه شاشة سيئة لا 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 شاشة السامسونج الدايناميك آمرد الـ 2X رائع جدا التردد 120 هرتز الـ TPO من 1 إلى 120 هرتز رائع جدا السطوع بيوصل لـ 2600 نت عندها ميزة واحدة يمكن هاي أنا بالنسبة لأحسن من أجهزة أخرى سأحكي عنها وبرضو الأوبو الأوبو يا إخوان عنده شاشة خرافية صح عندها حواف هذا فلات أنا بفضل الفلات بس يمكن أنت تحب الحواف فما عندك مشكلة مع الحواف AMOLED LTPO 120 هرتز من 1 إلى 120 هرتز التردد السطوع العادي يصل لـ 2600 نت أما الماكسيموم الـ HDR 4500 نت وهذا رقم مذهل وكل الشاشتين يا إخوان 6.8 إنش أو 6.82% إنش كل الشاشتين QHD Plus يعني 1440 في 3160 أو في 3120 كل جهاز عنده يعني تغيير في الدقة الأوبو بعطينا 510 بيكسل بير إنش والسامسونج بعطينا 505 بيكسل بير إنش هاي الفروقات بصراحة صغيرة لكن الشاشتين خرافيتين يعني أنا بعطيهم تعادل إلا إنه في ميزة واحدة عند السامسونج رهيب كثير عملوا بالشاشة شغلة خففوا الإنعكاس ففعليا الإنعكاسات على هاي الشاشة عن جد خفت مقارنة مع أجهز أخرى يمكن هاي أفضل شاشة بموضوع إنعكاسات بس هل موضوع إنه الإنعكاسات هذا إشي كثير مهم يمكن كثير من الناس ما يهتم بالموضوع بس أنا حبيت أذكر هاي النقطة ولكن بالنسبة للشاشتين برضو تعادل يعني التصميم ممكن يخليك تروح من جهاز لجهاز الشاشات لا أي شاشة منهم رائعة رو على النظام آه النظام واجهة الأوبو الكالر أو أس هسة عليها الأندرويد 14 أنا هاي الواجهة بعتقد إنها أجمل من واجهة سامسونج مع إنه سامسونج برضو قاعدين بلحقوا وممكن يتفوقوا لكن بعتقد أيضا إنه واجهة الوان يو آي 6.1 واجهة ناضجة تماما والله الواحد محتار يعني أنا كلا الواجهتين بصراحة رائعتين الكستمايزيشن اللي فيهم إنك تعمل تغييرات رائعة وكثيرة على الواجهتين يمكن أنا بفضل ألوان الكالر أو أس أكثر ولكن في ميزي عن سامسونج بتخليك رح تختار سامسونج على غيره اللي هي دعمها لمدة سبع سنوات أبديت هاي نقطة خلص نوبرينر يعني أنت بس تسمع هاي نقطة أكيد رح يأخذك الموضوع للسامسونج حتى لو عجبك الكالر أو أس بالنسبة للأداء يمكن ما رح أحكي كثير عن الأداء هنا لأنه سناب دراجمن ثمانية الجيل الثالث على كلا الجهازين أداء رائع على كلا الجهازين يعني رح ترتاح ومش لازم تقلق في الموضوع واللي بيفكر إنه بعد سنة حينزل الأداء بالعادي هاي الأجهزة بتحافظ على أداءها لسنوات طويلة ومع سامسونج بالذات ومع الأبديتز حيظلوا الأداء يتحسن ويحافظ على حاله أكثر من أوبو ولكن بالشكل العام تلعب جيمز تفتح تطبيقات تشغل اللي بدك يا على الجهازين هتوخذ أداء خرافي إذا أنت بدك تشتري الجهاز عشان الأداء كلا الجهازين بلبوا الغرض بس لحد الآن الميزات الفارقة أعتقد التصميم وأعتقد السوفتوير لصالح سامسونج هذا رأيي يمكن رأيك غير اكتب لي لو سمحت عشان نعرف نفكر مع بعض أيضا إذا عندك جهازين حاب نعمل فيديو زي هيك عنه اكتب لي اسم الجهازين ضد بعض عشان أعمل فيديو بالنسبة للسعات التخزينية في تشابه ببلشو 156 11 جيجابايت رام كلا الجهازين أوبو عنده خيار 512 مع 16 جيجابايت رام سامسونج عنده 512 مع 12 جيجابايت رام 12 أو 16 أنا أعتقد أنه هذا ما في فرق سامسونج بتعطيك كمان خيار 1 تيرابايت إذا بدك يعني فأكيد السعر الأكبر أفضل لكن سرعاتهم وحدة كلهم UFS 4.0 كلاهما ما بيدعمه المايكرو أس دي كارد هنا ما في نقاط الكاميرات يعني الكاميرات على كل حال هنا ممكن أنا أسهب بالحديث عن موضوع الكاميرات ويمكن بدهم فيديو لحالهم يعني أوبو حطة أربع كاميرات في الخلف 50 ميجا بيكسل ووحدة منهم الأساسية عندها حساس 1 إنش مع Optical Image Stabilization كاميرتين بيريسكوب تعمل زوم كثير كويس وسامسونج تعمل زوم كثير كويس وعندها كاميرا أساسية ممتازة جدا وحساس 1 على 1.3 إنش مع OIS شوفوا أنا باستخدم الكاميرا تبعي السامسونج وصال لي فترة كويسة وما بحكي هسا أن ذكاء إصطناعي أنا بحكي عن كاميرا أداء كاميرا لحاله أبهرتني وشفت مقارنات كاميرات مع هذا الجهاز ومع الفايند إكس اللي هو أوبو حتى مع الآيفون الأوبو مش دائما يتفوق بس في فئة تفوق فيها الأوبو اللي هي البورتري فعليا زبطها أنا ما بحكي الكاميرا سيئة لا الكاميرا منافسة جدا بالعكس يمكن هذا أقوى هاتف من أوبو قدم كاميرات أفضل تجربة كاميرات ممكن تخذها من أوبو راح تخذها من هذا الجهاز بس بشوف أنه السامسونج عنده سوفتوير أنضج من الأوبو راح تخذ تجربة تصوير ليلي في النهار فيديو تثبيت كل أنواع التصوير حتخذ يعني ميزة أفضل درجة أفضل من سامسونج على الفايند إكس بس هذا لا يعني أنه أنت تحتار إذا بدك كاميرا خرافية كلا الجهازين بعطوك كاميرا خرافية بس هذا الجهاز بعطيك كاميرا أفضل وفيديو أفضل اللي هو سامسونج بالنسبة للبطاريات كلا الجهازين عنده بطارية خمسة آلاف ملا أمبير يميز الأوبو عنده شحن سريع مائة واط كالعادة عنده شحن لسلكي خمسين واط سامسونج عنده شحن سريع خمسة واربعين واط وعنده شحن لسلكي خمسة عشر واط يعني أعتقد الميزة هون أكيد للأوبو أداء البطارية بالسامسونج بقدر أحكي لكم أنه البطارية بتتحمل وبتعطيني يوم كامل كل يوم الأوبو ما كان مشهور بحياته كلها ما كان مشهور بقوة البطارية ومن المراجعات اللي شفتها حكوا أنه تحسنت البطارية ولكن لي ليست الأفضل من ناحية البطارية نفسها أعتقد السامسونج أفضل لكن من ناحية الشحن اللي سلكي السريع أو الشحن السلكي السريع أوبو أفضل فأنت فكر إيش بدك بدك بطارية تدوم أكثر ولا بدك شحن أسرع إذا شحن أسرع أوبو إذا بطارية أطول سامسونج آخر شغلة السعر على الأغلب سعر السامسونج أعلى من سعر أوبو والأوبو للأسف مش متوفر إلا في الصين فهاي نقطة سلبية يمكن يغيروا رأيهم يحكوا لا بنا نطلع هذا الجهاز عالميا لا هو حاليا بس بالصين فبتقدر تشتريه من الصين إذا بتحب تغامر وتشتري أما السامسونج موجود في كل مكان صح سعره أغلى لكنه يستحق أنا أعتقد اللي بفوز في هاي الحلقة سامسونج شو رأيكم اكتبوا لي إيش عندكم خيارات أخرى وشو رأيكم حتى بالجهازين هل بتتوافقوا معاي أم لا يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء